صباح الخير طلاب الصف السابع اليوم درسنا في الوحدة الرابعة اللي هي بعنوان الأردن في عصر الأموي رح يكون درسنا الأول اللي هو الأردن في أجناد بلاد الشام أول إشي رح نتعرف على عدة مفاهيم واردة في هذا الدرس رح نتعرف على سبب تقسيم الخليفة الأموي الخليفة الراشدي العمر بن خطاب بلاد الشام إلى أجناد توضيح أهم الكورة ضمنتها جند الأردن تمام هلأ في بعض المفاهيم مبهبة بالنسبة لك رح نوضيحها أكيد ونتعرف عليها خلال سرنا للدرس هلأ الأردن كانت مقسمة أو بلاد الشام كانت مقسمة لعدة أجناد تمام هاي الأجناد كانت موجودة في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان مثل ضابق حلب قنصرين حمص دمشق وفي عندي جند في الأردن وجند مثل جرش عندي امقيس وفي عندي شمال فلسطين طبعا هاي أكتر من جند هلأ المهم بعد مفتح أو قسمة بلاد الشام بعد إتمام فتحها في أهد الخلفاء الراشدين إلى وحدات إذا قسمت إلى وحدات هاي الوحدات الإدارية ايش منعرفها أجناد هلأ الأجناد في زمن عمر بن خطاب كانت عبارة عن أربع أجناد أجناد بلاد الشام في زمن عمر بن خطاب كانت أربعة أجناد اللي هما جند في العهد الراشدي كانت جند فلسطين جند الأردن وجند حمص وجند دمشق تمام أربع هلأ إيجا بعد هيك العصر الأموي كانت عندي جند قنصري جند قنصري كانت موجودة ضمن حمص كانت موجودة ضمن جند حمص فصلت في العصر الأموي فصار في عندي جند مستقل إذا صار في بلاد الشام خمس أجناد بالإضافة لأجناد العصر العهد الراشدي فصلت قنصرين عن حمص فصار في عندي جند فلسطين جند حمص جند الأردن وجند دمشق وجند قنصرين تمام يا ميس هلأ بنعرف الجند الجند باللغة بتعني العسكر العسكر والجمع أجناد هلأ بس نيش نعرفها استلاحا استلاحا بأنها هي الأقسام الإيدارية والعسكرية التي يقيم فيها الجند وبيأخذوا رواتبهم عطاؤهم وأرزاقهم منها إذن هاي شو الجند إذن عرف الجند موجودة بالسين الأول بالسؤال الأول اللي هي الأقسام الإيدارية زي مراكز بيجلسوا فيها الجنود تمام وبيتابعوا أعمالهم وبيأخذوا منهم أيش رواتبهم تمام هلأ تنظيم الأجناد بلاد الشام توسعت كثير صار في عندي خطر من الدولة المجاورة اللي هي الدولة البيزنطية والحاجة لتنظيم كل القبائل العربية اللي كانت بترافق الجيوش حتى تقوم بفتح الدول وتسهيل إدارة المناطق وحمايتها تم تقسيم بلاد الشام لأجناد إذن ليش تم تقسيم أو إنشاء الجند أو تقسيم بلاد الشام لأجناد علل اللي هو موجود عند السؤال الثالث ألف تقسيم الخليفة عمر بن خطب بلاد الشام لأجناد سؤال ثلاثة الألف جوابه واحد اتساع بلاد الشام خطر الدولة البيزنطية المجاورة ثلاث الحاجة لتنظيم القبائل العربية المرافقة لجيوش الفتح وتوطينها يعني أنه قليلها في مكان إلها تتوطن وتاخده أربعة تسهيل إدارة المناطق أنا بس أعرف أنه هاي المنطقة مقسمة إدارياً لمن تابعة أنا بسهل إدارتها أنا بسهل علي متابعتها تمام زيه زي درستك إنت بس تيجي تقسم درستك لأوقات محددة خلال درستك أنا بالساعة كذا بدي أختمها بالساعة كذا بدي أختمها فبسهل علي درسته ومتابعته فيما بعض التنظيم الإداري لا الأجند هلأ يا ناس تم تنظيم بعد أن قسمت بلاد الشم أنا أكيد زي ما قلت لكم بدي أسهل إدارتها هلأ تم هاي الوحدات الإدارية الأقسام الإدارية كل جند فيها عينة لإله والي وقاضي والي وقاضي وكل جند فيه إلو دواوين إدارية فيه إلو محل لسك النقود وجباية الأموال لأخذ الأموال تمام هلأ رعيد قسمنا الأجناد إداريا فعلناها إداريا وعينناها حتى نكون الوحدات الإدارية إلها مقسمة إيش هي أهم الوحدات الإدارية للأجناد ليه عندي والي وقاضي عندي دواوين إدارية عندي محل لسك النقود وجباية الأموال هلأ عندي كل جند تم تعيين لإلها كورة مدينة رئيسية إذن كل جند تم تعيين لإلها كورة رئيسية كل قسم إداري عسكري تم تعيين لإلها مدينة رئيسية تمام هلأ بتم اختيار هاي المدن من الجند الداخلية وليست الجند الساحلية تم اختيارها من الجند الداخلية وليست الساحلية في الدولة ليش إيش يعني داخلي وإيش يعني ساحلي الداخلي اللي هي بوسط الدولة نصف الدولة الساحلي اللي هي بتيجي على أطراف الأجزاء المطرفة من الدولة على أجزاء أطراف الدولة طبعا إحنا اخترناها بالداخل حتى نحمي هاي الجند من خطر هجمات الأسطور البيزنطي اللي تعرضت لإله السواحل بلاد الشام هنا السؤال الثالث بع هذا السؤال ثلاثة بع طبعا كورة الأجناد بتتغير مع الزمن بتتغير مع الزمن حسب الحاجة العسكرية والإدارية لإلها ما بضلها يعني الجند نفسه أو مركزه ما بضلها مقاومة نفس المدينة احنا ممكن نغيره حسب الحاجات حسب احتياجات الإدارة هي بتغير المدينة هلأ هون في عندي خريطة موجودة في عندي خمسة واربعين موجودة في عندي خمسة واربعين بتوضح للأجناد موجود عندها بويند أسود بويند أسود زي ما احنا منلاحظ هون في عندي اللي هي حمص في عندي برضو اللي هي قنصرين موجودة باللون الأحمر كمان في عندي دمشق وفي عندي فلسطين في عندي الأردن إذن كل هدو الأجناد بلاد الشام موجودة عندك في صفحة خمسة واربعين اللي هي نقطة سودة جند كل جند جاء تقسيم أجناد بلاد الشام بشكل عرضي إذن بطل عرض للمناطق حيث من الشرق للغرب امتد من الداخل إلى البحر تقسيمها هذا التقسيم سهم في توزع مدن الأردن الحالية على ثلث أجناد إذن الأردن كانت جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق نحن نتعرف عليها جند الأردن ضمت منطقة جند الأردن ثلاثة عشر كورة أي ثلاثة عشر مدينة موجودة حاليا في ثلاث دول موجودة حاليا بثلاث دول هاي المدن موجودة في كل من الأردن فلسطين ولبنان أردن فلسطين ولبنان هلأ حكينا الكور اللي هي المدن بتتغير حسب حاجة العسكرية للأجند حسب حاجة العسكرية للأجناد هلأ بتنتقل الكورة من جند معين وبتلتحق بجند آخر مثلا أنا كدولة ممكن أكون أخدت أو كمدينة ممكن أكون ضمات أخدت أو قنصرين موجودة مثلا في فلسطين انتقلت حسب مثلا مخيس راحت على الغار راحت راحت على سور راحت على طبرية بتتغير إذن كل جند بيتغير مكانه في المدينة حسب الحاجة الإدارية حكيت لك ضع دائرة ضمت منطقة جند الأردن كم عدد الكورة اللي فيها 13 كورة هلأ موجودة في ثلث دول موجودة هاي الكور المدن في كل من الأردن وفلسطين ولبنان ورح نوضحهم اللي هي عندي بي شرق الأردن شرق الأردن ضمت الكورة الآتية ضمت جرش اللي هي بيت رأس امقيس والغر أما شمال فلسطين ضمت طبرية السامرة ضمت بيسان وصفورية وعكة أما في جنوب لبنان ضمت سور وقدس تمام في أي سؤال أنا متابعة معكم هون عندي خريطة بتشير لمركز الجند الموجودة التضليل كامل في اللي جند تحت عندي هون مركز الجند وعندي هون مركز الكورة مركز الجند ومركز الكورة مركز الجند اللي هو موضح عندي مثلا عندي فلسطين تمام في عندي هون مركز الكورة عندي جرش بيت رأس أش كمان عندي هون موجود عندي قدس تمام هاي الخريطة انتم وشو طالبين فيها بس للتوضيح تمام هلأ تم هون حلقة سئلة الدرس عرفنا الأجناد وجند الأردن والكورة هلأ جند الأردن تقسيم الإداري ضمت 13 كورة 13 اللي هي مدينة اتوزعت على ثلاث دول حالية اللي هي الأردن فلسطين ولبنان الكورة حكينا أنها تعني المدينة سؤال اثنين كم عدد جند كور جند الأردن اللي هي 13 كورة تتوزع مدن جند الأردن على ثلاث دول حكيناهم اللي هما الأردن فلسطين ولبنان يحج جند الأردن من الشمال جند اللي هي عندي دمشق ومن الجنوب اللي هي فلسطين تمام هلأ السؤال الثالث برضو حليته خلال الشرح اللي هي تقسيم بلاد الخليفة عمر بن خطى بلاد الشام إلى أجناد تسهيل إدارتها في عندنا عدة أساب موجود صفحة 44 السطر الأول والسطر الثاني اللي هي اتساع بلاد الشام خطر الدولة البيزانتية الحاجة لتنظيم القبرة العربية تسهيل إدارتها وحمايتها بكفيني عندي تسهيل إدارتها وحمايتها أما با اللي هي اختيار مراكز الأجناد في المناطق الساحة الداخلية وليست الساحلية وضحت لها حتى وضحتها حتى يتم حمايتها من خطر الأسطور البيزانتية التي تعرضت له السواحل بلاد الشام أنا ذاك شكرا لحسن استماعكم أعزائي الطلاق نراكم الحساس القادمة